اهلا بيكم في المينة بيبدأ مع بنت زي الامر اسمها مايا بس مشكلتها ان بابها خمورج وصاحب كاس وكان دايما بياخد بنته مع البور ويصهر لوش الصبح ويدوب روحة نمت كام ساعة قليلين عشان معاد المدرسة لحد ما بتصحها والدتها وتخليها تلبس الفستان عشان تروح المدرسة وبتروح مايا تفتر مع والدتها في المطبخ ومامتها بتحذرها انها ما تروحش مع بابها تاني البور وبتقول لها ده مكان مش مناسب للاطفال ومايا اعترضت على كلام والدتها عشان كده والدتها ضربتها بالقلم وبعدها اعتذرت لها بس مايا زعلت ومشت على المدرسة من غير ما تفتر وفي الطريق كانت بتفضل تعيط بسبب والدتها وفجأة بيطلع واحد اسم وولف من عربية النقل ويخطف مايا وبيوصل وولف البيت وبياخد مايا معاه وبيحطها في قضة تحت الارض ما تخلها بيكون ورا خزنة وبتفوق مايا وبيتلاقي نفسها في قضة من غير شابيك ولا حتى بيوصل لها دوق الشمس وبيكون فيها يدوب شفاط هوا وقعدة حمام وبيدخل وولف على مايا وبيكون معها مرتبس غير عشان تنا عليها وبيجيب لها اكل ومايا وبيطلع من غير ما ينطق ولا كلمة وبيقفل الباب وحاولت مايا تفتح الباب لكن وولف طبعا قافل الباب كويس وبتصرخ عشان حد يسمحها لكن طبعا ده مستحيل لان الاودة تحت الارض في اليوم التالت بيجيب وولف قصص وينزل يقراها المايا وبعدها بيسيبها عشان تنام لكن مايا بتوقف وتطلب منه بصت قبل النوم زي ما والدتها كانت بتعمل معها قبل ما تنام فبيرجع وولف ويبص رصها وبيسيبها ويطلع من الاودة وبيبقى خبر ا مايا في كل الاخبار والناس بيتكلموا عنها وبيكون وولف في البيت وبتجيل والدته واللي بتجيله كل كم يوم عشان تنظف له البيت وتحضر له الاكل وبتكون بتتفرج على قناة الاخبار مع ابنها وبيجي خبر اختطاف مايا وبتسأله مين ممكن يخطف بنته صغيرة ويعتد عليها فبيمثل وولف انه ما عندوش فكرة وبيقول لها ان اللي خطفها اكيد مجنون وفي يوم بينزل وولف المايا عشان يخسل لها شعرها ومايا بتدي له رسالة يبعتها لأسرتها عشان ما يقلقوش عليها وقتها بيجدب عليها وبيقول لها انه خطفها عشان فدية ولو هما بيهتموا ببنتهم كانوا دفعوا الفدية وبيقول لها انهم مش بيحبوك ولا فرق وجودك معاهم فبتبكى وبتقول له انه كذاب فبيتعصب عليها وخصوصا لما بيسمع صوت عياطها وبيفضل يخنقها ويغرقها في مية الحوض وبيقول لها تبطل عياط وبيقول لها تنظف المية اللي على الارض وبيسيبها ويقفل عليها وفي يوم وولف بيكون قاعد مع جدته والدته في حديقة بيتهم وبتوصل الشرطة وبيفتشوا عربيته ويسألو اسئلة للتحقيق في خطف مايا لكن مش بيوصلوا معا الحاجة خصوصا بعد ما شافوا عيلته معا في البيت وفي اليوم اللي بعده بتكون مايا نايمة وبتحلم بعيلتها وقد ايه هي مفتقدهم وحاسة انها مش هتشوفهم تاني وبيدخل عليها وولف ويصحاها عشان تاكل وبتطلب منه ساعة عشان تعرف الوقت اللي مش حاسة بيه وبيقول لها وولف انه موافق بشرط تسمع كلامه وبيركب تليفون في القوضة عشان يتواصل معاها هما الاتنين بس وبتسأله اذا كان حاسس بالوحدة زي ما هي حاسة لكن وولف ما بيعرفش يرده وبيمشي ويطلع قطه وبيفضل يفكر في الكلام اللي قالته مايا وبيقطع الرسالة بتاعتها وبتعدل ايام وبيكون اليوم رقم 183 جيه وبتبدأ مايا تلعب وبتتخيل ان في ناس معاها في القوضة وبتلعب معهم كأنها مدرستهم في المدرسة وهي بتلعب بيكلمها وولف وبيسألها زي كانت غسلت سنانها ولا لا وبيفضل يطلب منها انها تسمع كلامه وبيظهر قد ايه هو مريض نفسه وعنده نقص وفي اليوم اللي بعده بتجيب مايا بقية الاكل وتحط على دراحها وبتمثل انها عندها مرض جلدي ولما وولف بيدخل عليها بالاكل بتورله دراحها وبتطلب منه تروح لدكتور عشان يكشف عليها لكن وولف بيكتشف انها بتكذب وبيمنع عنها الاكل الفترة طويلة كعقاب وبيفضل يتعامل معها بعنفه وبيشيلها وتفضل تصرخ وبيقول لها مهما صرختي محدش هيسمعك وبعدها بيرميها في القوضة ويسيبها وبعد اربع ايام بتكون مايا ما قالتش حاجة وبتتكلم مع وولف في التليفون الخاص بيهم وبتتحيل عليه جيب لها اكل لكن وولف ما ب بيردش عليها وبتعيط مايا وبتقول انها عايزة تروح بيتها بعدها وولف بيرد عليها وبيقول لها اسمعي كلامي وانا جيب لك اكل وبتعدى اربع سنين على اختطاف مايا وبيكون لسا الوضع زي ما هو وبيفضل وولف يمنع عنها الاكل بالتلات والاربع ايام وربعة ومايا ما زالت بتتحيل عليه عشان يجيب لها الاكل كالعادة وهو بيفضل يكرر كلمة اسمعك كلامي وبيكون جسم مايا خاسس جدا والعظم بارز من الجلد وده بسبب قلة التغذية والضغط اللي عايشة فيه بقالها اربع سنين وبيكون مفهمها انه ملغم الشبابيك والابواب بالقنابل وانها لو حاولت تهرب القنابل هتنفجر فيها وبيسمح لها وولف في مرة انها هتطلع معا الحمام وبتشوف ضوء الشمس الاول مرة من اربع سنين وفي يوم بتكون والدة وولف في بيته وبطلح الشعرانونها صفر على هدومه فبتفرح وبتفكر ان ابنها بيقى ليه حبيبة الاول مرة وبعد ما والدته بتمشي بيجيب مكانة حلاقة ويحلق شعر مايا بالكامل وبعد خمس سنين من اختطاف مايا في عيد الكريسماس وبتحتفل بيل وحدها زي كل سنة وبتبقى مزينة قضتها وعمل شجرة كريسماس فيها عشان تحس بالاجواء المفرحة لمفتقدها وبيدخل عليها وولف وبيكون معاها اكل ولابس بدلة جديدة وبيكون معا كاميرا فيديو عشان يوسق لحزة فتح الهداية وبيكون جايب لها مشاغل اغاني وتلات روايات مشهورة وبتطلب مايا منه انه يخليها تتصل بعيلتها لكن وولف بيتعصب عليها وبيقول لها تعتبر علتها ماتت وبعد مرور شهور بيكبر مايا انها هتنم معا في سريره وبيربط ايدها بايده عشان ما تهربش وهم نايمين وبعدها بفترة بيكون وولف هيروح يتزلج على الجليد وهيسيب مايا في القضة لوحدها وبتطلب منه مايا انها تروح معا في مرة وبتوعده انها يتنفذ كل كلامه وبتروح بنفسها القضتها وبيقفل عليها وولف الباب وبعد ما وولف بيخلص رحلته بيطلع على حفلة ويحاول يختلط بالناس ولكن بسبب مرضه النفس وانه لازم يكون وحيد بيرجع وولف على البيت وبيختصب مايا في سريره وبتكون مايا مستسلمة عشان عارفة انها مش هتقدر تعمل حاجة وبعدها بتطلب منه انه يودها لجنينة بيته بالليل فبيوافق وولف وبيطلع بيها لكن بعدها بيقلق لحد يشوفها وبيقرر يودها تاني قضتها لكن مايا بتقاومه فبيشدها بالقوة وبيقطع الحبل اللي رابطها بيه وبيرمها في القوضة وبعد خمس سنين من اختطاف مايا بيبدأ وولف يستعبدها وبيخلها تعمل اعماله المنزلية وبيفضل يضربها وبيوصفها بالكلب الغبي وكمان بيكون طبخ اكله وبيجوع مايا بالايام ويكله قدامها وفي مرة بتاكل من الاكل بتاع وولف فبيمسكها ويدربها ويخرج الاكل من بقها قبل ما تبلعه ويرمها في القوضة من غير اكل وبعد مرور ايام بيقرر وولف يخرج مع مايا ويجيب لها دون جديدة وبيقول لها لو حاولت تهرب هيقتلها بالمسدس اللي معاه وبيوصلوا لمحل ادوات بناء عشان يختاروا لون دهان للقوضة بتاعت وولف وبيسيب وولف ومايا لوحدها لكنها خافت تهرب لحد ما وولف بيجي لها وبيرجعوا البيت وبعد ايام بيورها القوضة بتاعته بعد التجديد اللي عملوا فيها واللي بتكون مايا هي اللي اشت بنفسها عنده عشان تجددها وبعد ايام بتسمع مايا الاخبار في الراديو وبتسمحهم وهم بيقولوا ان مايا اكيد ماتت فبتكون مكتئبة وهي في قضتها لكن وولف ما بيسيبهاش في حالها وبتسأله هو ليه خطرها هي بالزيت عشان يخطفها فبيقول لها وولف الاول مرة هو خطفها ليه وبيقول لها انه شاف ابتسامتها وهي صغيرة وهي بتاكل وفضل يحفر ويبن في قضتها اللي تحت الارض دي لمدة تمن شهور متواصلين وفي يوم مايا بتاخد قرار انها تنتحر لانها مش قادرة تعيش الحياة دي مع وولف المختصب وبتجيب مناديل ورقية وبتحرقها في القضة عشان تموت من الخنقة لكن غريزة البقاء بتتغلب عليها وبتطفل نار وبتهول قضة من الدخين لكن وولف بيكتشف محاولاتها للانتحر وبيضربها كتير وبيستمتع بخوفها منه وهي مش قادرة تدفع عن نفسها وبتفضل تعد عدد الدربات اللي ضربها لها وولف وبتكتبهم على المناديل وبعد شهور بياخد وولف مايا معايا رحلة التزلج لكن جسم مايا بيكون هزيل جدا على الحركة وما بتكونش قادرة انها تتزلج وبتق على طول بعدها بتقوله انها عايزة تروح الحمام فبيتأكد وولف ان ما فيش حد في الحمام عشان ما تحاولش مايا انها تتواصل معاه لكن ما بيشوفش حد في الحمام وبيسمح لمايا انها تدخل ولما بتكون مايا في الحمام بتسمح صوت حد جنبها فبتطلع وبتقول لها انها مايا اللي اتخطفت من ثمان سنين وبتقول لها تلحقها لكن بتكون البنت اللي في الحمام بتتكلم روسي ومش فاهمة لغتها فبتطلع من الحمام وبيشوفها وولف وبياخد مايا ويروحه وهما في العربية بيسألها هي قالت اي للبنت اللي في الحمام. لكن بتقوله انها ما قالتش حاجة فبيضربها وولف بشدة في وشها. وبيكمل عليها ضرب في جسمها كله. وبيقول لها ما تكذبش عليه تاني. وبعدها مايا وهي في قضتها كانت بتكتب عدد الضربات بتاع اليوم. وبتحط المنديل اللي كان بعليه مع المنديل اللي فيه ذكريات ضرب لتمان سنين. وفي عيد ميلاد مايا التمنتاشر بيحتفل وولف معاها وبيجيب لها فستان. وبترقص معاها بالاكراه وهي مش قادر تتحرك من كتر الضرب. وفي اليوم اللي بعده بيكون وولف عايز يباع عربيته عشان محتاج فلوس. وبيخلي مايا هي اللي تنظفها من جوه وبرا عشان يباعها. وبيجبرها انها هتلبس الفستان بتاع عيد ميلادها وتبهدله في التنظيف. وقتها بيجي الولف مكالمة الوفونية وبيروح يرد عليها في مكان بعيد في شبكة. وساعتها مايا بتاخد بالها من ان باب الجنة مفتوح. وبتكون خايفة تهرب لكن بيكون فض بيها. فبتهرب وهي مش فارق معها اللي يحصل. فبتطلع بسرعة من الباب وتجري وهي خايفة ومرعوبة. وبتوصل مايا لبيت واحدة غريبة وبتقول لها انها مخطوفة. وبتوصل الشرطة بعدها وبتقول لهم انها مايا اللي مخطوفة من تمان سنين. وانها اخيرا عارفت تهرب. وبتكلم الشرطة والدة مايا وبيقول لها انهم لقيوا بنتها. وبعدها بيكتشف فولف ان مايا هربت. فبيروح يرمي نفسه تحت قطر وينتحر. واخيرا بتقابل مايا اسرتها. ومامتها بتحضنها وتفضل تبكي. بعد فراء تمان سنين. وهنا بينتفل منها النهاردة اكيد هيشرفني جدا اشراكك في القناة وتفعيل الجرس. واهم حاجة لايك للفيديو اشوفكم في ملخص قادم. سلام.